حتى للمضي ثلاثة وقت عنا متساعة 45 دقيقة الانتربيو صحير القاضي المستشار الاقتصادي ديفنا اليوم مرحبا بيك مرحبا ريم مرحبا مستمعيك سبقا سيفام شكرا لك على الحضور وقبول الدعوة صندوق النقد الدولي رفيق الدرب اللي نقعد وكل مديدا نعود ونحكيه مرة ذايا نحكيه على تصريحات مماثل صندوق النقد الدولي بتونس جيران فاشير واحدث ونهار لحد اللي تعادة صوتاش جام في 2022 حول الوضعية في تونس تقريبا هي عادة يعملوها ممثلي المؤسسة الدولية في تونس وقت تقريبا يوفى الموندات متاعه يخرج يعمل البلان وجنرالما في الاعلان أو في الاعلانات من النوع عديد يكونوا فما وتكون فما أكثر صراحة في الحديث وأكثر وضوح يمكن وشفافية في الرؤية اللي قالوا تقريبا نعرفه لكن قالوا بأكثر حدة بين ظفرين وقت اللي يحكي على تونس اللي لازمها تتواجه نحو إصلاحات عميقة لكن جدا نحكيه على خاصة بالنسبة للوظيفة العامية وقت اللي يحكي على نقاشات مع صندوق النقد الدولي اللي تحكي عليهم الحكومة الحالية ووزارة مالية وتقول أنه نحن في عملية تفاوض هو يقول سنكو دي ديسكوسيون بريليمينار دونك في استاد بريليمينار دونك ما نحكيه على مفاوضات نقاشات أولية جدا وبالتالي فما هناك العديد من نقاط الاستفهام حول الموضوع خليني ساعة نبدأ معاك بما شفتو هكا كنظرة أولية من الكلم اللي قالوا لكل زهيل ولا يشوفوا يعطيه صحة دبار كما قلت أنت هي عادة فان دو ميسيون فان دو مانداء يجي ويخرج ويتكلموا من ملقيته مش صريح بما فيه الكفاية كان وقال أكثر منك كبا شو ما يقول أكثر منك كبا شوف خاتر ريم خلني أنا بشكون صريحة أكثر منه دونك هو احنا بيتويلما في تونس كنحضروا قانون مالية عنا ثلاثة أربع فراضيات نعملوها في قانون مالية واللي أنتم إكسبرسة فهم زي وتقولوا نسبة النمو هلأنها نسبة النمو بتكون بنفس المشتوى هذاك عنا سعر النفط وعنا تقريبا سعر الصرف معنا تتشانج والواردات هذو ما اللي نخذوهم في عداد قانون مالية مرة هذي هذا هو اللي أنا نستنى فيه باش يقولوا مرة هذي قانون مالية عالفين واثين وعشرين مبني على فراضيات موافقة من عدم وعند صندوق النقد الدولي مهم ثلاثة بالمئة نسبة نمو ولا خمسة بالمئة ما عندهاش حتى قيمة اليوم قدام موافقة من عدم موافقة صندوق النقد الدولي هذي ولت هي الفرضية الأساسية هي عند صندوق النقد الدولي هل يوافق ولا ما يوافقش نون كل الفرضيات الأخرى تيطلع على البرميل حتى الثمانية لكان ما يعطيك شفلو كان يعطيك ولما يعطيك شهذاك هو اللي باش يحدد مصير تونس أنا نقول وهذا اللي إنسان فيه فحبيت باش يقوله هو أنه اليوم نقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لات أهمية قصوى ما هيش هي الفرضية الأساسية لقالون المالية لسنة 2022 ولكن تتمنيت أن وزارة المالية تقدمنا زو سيناريوات السيناريو الأول يكون فيه موافقة ولا فيه أكار مع صندوق النقد الدولي والسيناريو الثاني لو قدر الله أنه ميفيش اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بش نرجع معك وهي المدى صراحة جيرون فاشا وقت اللي يمكن فما نوع من ديبلو مسائلك نقاله بشكل من أشكالك لماذا وقت اللي يقول لك صندوق النقد الدولي يحب يفهم شنو ما نوايا الحكومة الحالية حكومة السيدة بودن فيما يخص لغيفهم وهذا يدل على أنهم ما فهموش بالضبط شنوة اللي تحب الحكومة الحالية وشنوة تتصور كإصلاحات قصدية رغم اللي شفنا الوثيقة المسربة اللي بين الظفرين ناضجة إن صح التعبير في حين أنه تصريحاته تدل على عكس ذلك وقت اللي يقول لك لازم إصلاحات عميقة جدا يعني ما تقديم الحكومة الحالية هذا غير كافي بتاتا وقت اللي يقول رأوا نحن في مرحلة أولية جدا زادة نحكيه على ستاة بخي الميناء دو ديسكوسيون مش دو نيجوشياشون زادة هذية وكأنه قاعد يضرب عرض الحالية شنو اللي قاعد تقول بزارة الملائك تقول نحن في عملية تفاوض يعني قالوكم شوف ريما ربي خلي هاته نحاول ونكون شو بلاسته منيش شو بلاسته لمحالة مهم نزيل الشي خلي شوفه النقاش هو شوف هو كما كنت أقول أنه هذه الفرضية الأساسية طيب أحنا كحكومة وكدولة تونسية من المفروض أنك تعد تقرير مفاصل عندك زوز فرضيات في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ونزوز حاجات زوز فرضيات في وثيقة الإصلاحات لا لا خلينا معنا في مناقشاتك مع صندوق النقد الدولي عندك زوز حاجات نجد تستعملها باش تكونوا أكثر صراحة معا هو فيما الجانب التقني لو دوسي تكنيك اللي يحكي عليه ممثل صندوق النقد الدولي والوثيقة التقنية الوثيقة التقنية هو أنك أنا تقول هو في الأخير اللي باش يقرر في صندوق النقد الدولي هو وال 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 ممثل من جابعة دول المشاركة في صندوق النقد الدولي يعني أنتي عندك حالين يا إما بتمشي بالجهة التقنية البحثة وتقول أنا التلميذ النجيب وبيش نعطيكم كوبي إيريبروشابل هذا اللي ما صار شو هذا اللي يحكي عليه وإلا فيما الجانب الآخر لأنك إنك تحاول طبعا تلتجأ إلى بعض العلاقات الدبلوماسية وأنك فيما دول تنجم تعاون كنتز معك الملف متاعك لدى صندوق النقد الدولي كفا ما زوز زوز جوانب هذه الجانب التقني للصرف وجانب الدبلوماسي إذا جانب ما قلوه في صندوق النقد الدولي بالنسبة للجانب التقني وهذا في عنده في حق أنه الوثيقة المساربة على الأقل ما فيهاش روح ما فيه ما يعني هو اللي يقول لك أنه من المفروض أنه تكون أكثر طموحة أكثر بطبعة معاه تكون زادة فيها إصلاحات عميقة أنت كي بيش تقول أنا رو بيش نخلط أني نخلط الديفيسيت بيجيتير بتال نيفو بتال نيف رو يجبك إصلاحات كبيرة اليوم وضعية المالية العمومية رو كتشوف معناها بالتفاصيل في حالة ما يقوس منها تقريبا يعني إصلاحات عميقة في هذا موافق وأنا اليوم يجب تونس ممكن تعاود مراجعة هذه الوثيقة بطريقة أنه تكون معناها سليد أكثر وتكون تقنع الممولين تقنع خاصة صندوق النقد الدولي بطبيعة هذية فيه المشروع الحكومي يعني أحنا الأهداف اللي نحبو نخلطولها في ثلاثة سنوات القادمة وفي أربع سنوات القادمة مع الإمكانيات لكن كذلك ما هو خطة العمل ما هو بالكورونوغرام بتاعه تعرف هذية اللي يصير في الأفهمين بعد بتحضر بالكورونوغرام هذك فيها كورونوغرام كورونوغرام ما مقتاش باش نعمل هذيك بتخطيش باش نعمل هذيك تتقع يكون هذا عنده نوع من التمشي الواضح رؤية واضحة تمشي واضح وين حبو نمشي وكذا 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 هذا مش موجود في الوثيقة الواقع تلقع معنا دي ميزور منا وميزور من غادي حتى زعاد ما تفهمش العلاقة بين بين اللي ميزور هذو ما وين يحب كأنني معناها هاني عندي أكتيف و باسيف هات نخو شوية منا من الرقع بوركو جترو فان بولي كيليبر دو هم وهذا اللي ميمشيش فيه ها صندوق النقضاء اللي كانت كله باش نقص من النفقات الاستثمارية ما يقبله لكش لأنه هذك محرك اقتصادي هذي الوثيقة الكل يزيمها مراجعة وفيها تكون فيها أهداف واضحة وكذا وكذا بالنسبة للجانب الدبلوماسي اللي هو نجم تستعمله تونس لك وستعملناه تونس قبل رب لكن في الجانب الدبلوماسي كنا دايما نستهلكو وانا نقول لكابتال سمباتي دو لاجنة ديموكراسي تونسياني كمسومي صرف نيتا وكولو وانو احنا معناها هالديمقراطية الشابة الناشياء الفتاية بالأي الفتاية تعرفوا فما حتى مثلا في الميلة في البرنامج الأقديم أنه من المفروض تقنيا ميلة في تونس يصعب أنه يتعدى في صندوق النقضاء لكن بي بنوع من ناس مرونة في الصندوق النقضاء اللي كانت تعدى للدوسي اليوم الشيء هذا ممكن نستهلكناه وما عايش نجمو نستعملوه وتعرف معنا من من الأقوى الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا ألمانيا هم اللي عندهم لو بوال كبير في أخذ القرار وبالتالي معنا الصفراء هذو اللي هم ينجموا ينجموا يأثروا على على القرار وبالتالي يعني احنا كما عناش الجانب الدبلوماسي على الأقل في الجانب التقني تكون عنا وثيقة محترمة جدا يعني انت كنا قاعد تقول اللي الديبلوماسي اللي ما عايش نجمو نخدمو أو نستعملو ديبلوماسية القديمة اللي كنا نعتمدو عليها الجانب التقنية مهم ولكن حتى في هذية بين الظفرين فشلنا رغم الكلم اللي قالوا عبد السلامي قبيلة وقت يقول في الوثيقة نلقوا فما السيناريوهات معنا فما السيناريوهات مقترحة إن فعلنا كذا فسيكون كذا إن فعلنا كذا فسيكون كذا ولكن حتى في الوثيقة وكأنه ربط عملية النجاح بتمويل صندوق النقد الدولي إن كل السيناريوهات ستفشل إلا ما يموّلنا صندوق النقد الدولي زهائي والله يشوف هريم بالله خلي نزيد نعود نأكد ولو حتى أنه يموّلنا صندوق النقد الدولي وننشح فيه التمسي مع صندوق النقد الدولي الحاجيات التمويل للميزانية فقط هي 20 مليار دينار حاجيات التمويل الخارجية 12 مليار وفاصل سبعة حوالي 4.5 مليار دولار تيخ الصندوق بيش يعطيك 4.5 مليار في عام حي ما أنا بقى أنا احنا تفقنا نحنا تفقنا قبل 2.8 في نوستاش كانت تفكر وفللقهم مخدين منهم كان 1.6 لأنه محتر منك أسحيح دوك هو بش يموش بش يعطيك 4.5 مليار للسنة هذه يعني خروج على السوق العالمية لا محال الله ل grap أنت توافط فينا حاجيت ولكن ليه مهمّل تقول فيك هو أنت عندك بجوان عن دو فنانسمن اكسترير 4.5 مليار دولار. وانا انتي تقصد الحكومة تحب تأخذ ضوء أخل رائد صندوق النقد الدولي بش تمشي؟ شوف صندوق النقد الدولي صحيح بش يسهلك انك تمشي تقدر تجيب من البنك روديال. تخرج بالبعلى الاسويق الدولية. لكن الخروج على السوق الدولي لا ما فرع منه. وخروج على السوق الدولي يجبك وثيقة أقوى حتى من اللي بش تقدمها للفمية إذا تحب تقدر تأخو بنسبة فايدة معقولة. لأنه السوق الدولي دايماً تعتمد طبعاً على الكار اللي بش يسير مع الافمية، اتفاق مع الافمية. لكن تحب حتى حاجات أكثر من ما أبعد من أنك تصوراتك الافمية. هذه سوق. هو يعني أسيساً حتى اتفاقنا مالافمية مش يضمون لك أنك تخرج بنسب ضعيفة معنا بكل الأحوال. رو الوضعية بكل الأحوال حتى في صورة وجود. خليك أنا ما توجدش هذي كالسير كارثة الكبرى. لكن حتى في صورة وجود رو الوضعية ما زالت صعيبة ما هيش. ما تصوروهاش أنه سين حلو مشكلة الافمية حلت مشكلة ميزانية لا. رغم حديثك عن الصعوبة هذي بش نرجع لتصريحات جيروم فاشير وقتلي يقول أم ببادر كلا تونيزي سغير بورد لفعيد فنانسيار. معناتها اليوم أنج مش وقودوا لتونس على الشرفاء حفرة من الإفلاس المالي. يقول اللي التصرف في الميزانية باو لجسيون بيجتائر نبا فرصة ما أبتمال. ولكن اللي جي غابل معناتها منشي را كنا نحكيه فيه نحكيه فيه الكل ومنشي را تسمع في الكلام هذي؟ شوف خلي نعطيك أنا التمشي التصور الثاني خلنا عملوا السيناريو واحد آخر لو كان مفماش لافمية. إس كالدولة تفلس ولم تفلس؟ دولة ما تفلس. لكن بش تكون فيه مشاكل كبيرة صعوبات كبيرة. أول حاجة كان تمشي للعشرين مليار أنت تموالهم الكل تمويل داخلي تقول ما ممشوش لافمية. فماش يا فم يوم فماش تمويل خارج الكل. هو تنجم بساعة تموالهم عشرين مليار تمويل داخلي مبدئيا في الليك في هاي را؟ بش تموالهم أنت مباشرة من مصرف من البنك المركزي. شو اللي بش يصير لك؟ يصير لك أنه كتلة الكتلة النقدية متاعك بش ترتفع بسفة رهيبة. كتلة النقدية هذي بش تعتيك طبعا نسب تضخم بزوز رقام فوق العشرة بالمئات. بش تعتيك كذلك تتشانج بش يفوت الأربعة دينار للواحد أورو. لأنه ليش؟ انت بش تولي تكي تعتي فلوس للعباد العباد هذيك تطب منا تستهلك. لكن تستهلك حوالي أربعين ثلاثين بالمئة من الاستهلك. انت أنا أمورتي. انت بش تولي تستعمل أسوانك تستعمل ريزيرف متاعك الاحتياطيات من النقد اللاجنبي. وإلا بش تستعمل تتشانج و تخليه يتيح و بش يغلى الأسعاد. وبالتالي في الحالات هذوما عندك من ناحية بش يصير لك تضخم كبير. تراجع لسعر دينار ممكن حتى أكثر من أربعة. وبتصير الكارثة يعني كارثة ممكن تتسبب لك في كارثة اجتماعية كذلك. هذي معناها من الحاجات اللي لو افترضنا أنه مفماش تمويل و بش يصير كله تمويل. و حتى أكثر من يتعلم أنه البنوك البنوك التجارية اللي هي تشري في البوندت ريزور دلي طائس كهي بش تقبل ممكن يصير لك كان مشكل سيولة زده كذلك. تعرف وأخطر حاجة أنه يصير في تونس هو مشكلة سيولة. أنه البنوك لو أنه البنوك تشري البوندت ريزور لكن هي بش تبيعها للمصرف البنك المركزي. لو كان البنك المركز يرفض أنه يقبل عليهم الهدم تشيح البنوك من السيولة و تصير بانيك في السوق. و يصير ما تصار في الجارة ليبيا أنك نصر الليل تمشي تشد الصف. عندك فلوش في الكانت لكن ما عندكش سيولة ما تنجمش تاخد فلوش. و هذا من أخطر السيناريوات اللي ينجم يصيروا. يعني صحيح ما هيش على أبواب الإفلاس. لكن المشاكل اللي نجم يصيروا على بعض هذين بش تكون كبيرة و كبيرة جداً. من معنى عايزهم نتحملها مشاكل اجتماعية من غلاء معيشة من تضخم. أما لكن هو في قلب العملية هو جزء. مثلا بأختي بخنات وقتين قولوا إلى فمي و قولوا جيران بحشيغي. ما ترم يعرف عشانه قاعد يحكي. يقول لك بعض الحديث اللي يقولوا كله يقول لك فينال مو سجيراب المعنى. دي هو سجيراب المعنى. معنى أنا أقول وكان الدولة التونسية تقنع بورقة تقنية فنية. تقنع صندوق النقد الدولي وفيه تمشي واضح. ويكون فيه كيفس؟ دو تولي بارتي برونانت في تونس. دو تولي بارتي برونانت. كل معنى. باع طبعاً أحدى الكنديسيون تالفهمية أنو الناس كلها توافق على الوثيقة. حاجة دجاك مش نبديو بالمنطلق هذي حاجة مستحيلة. أيها، هذا هو اللي يقول لك معنى ممكن إذا أحنا نتفق مع بعضنا ونحضر وثيقة تكون ناس كل متوافقين عليها وإنها تتقدم لصندوق النقد الدولي وفيها معناها المشاريع الإصلاحات الضرورية للنجمة تكون وعليش لها معنى؟ لكن هذا صعيب إحنا نعرف الواقع أنه هذا أصبح صعب وصعب جداً. صعيب لإعداد الوثيقة ولا صعيب للتطبيق؟ هو الصعيب أنك تلمش لبارتي برونانت لكلهم على وثيقة واحدة. تعرف الإصلاحات فيها إصلاحات كبيرة. بيه، علش؟ هل أنه نقبله فرضاً؟ أنا نقبل أن يبيع مؤسسات عمومية غير ما يقبلش أن يتبيع المؤسسات العمومية. بيه، علش بعد الخمسة وعشرين جويلي على أساس أنه حركة إصلاحية أو تصحيح مصار أو؟ ولكن يجمع أغلبية الناس اللي يتابعوا في المشهد الاقتصادي يقول لك قانون المالية متاع 2020. معناها ما يجيب حد شيء. معناها لابروف أنه اليوم سعر برميل النفط ستة وثمانين دولار. توقعات الميزانية متاع الميزانية متاع 2022 خمسة وسبعين دولار. تقرير في بانك أوف أمريكا قالك نجم يوصل 120 دولار. هذا تفصيل بسيط معناه. يعني يعمل القانون المالية ما عنده حتى علاقة بالوثيقة. بعدين يمشي يحبي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي. يقول لك رو بيش نعمل يكري تمام في الوظيفة العام. بيش نعمل تدخل هذا الكل معناها؟ هو هذا ممكن يحكي عليه ممثل صندوق النقد الدولي. هو يجبك يكون فيه من المفروض كأن النجم يكون فيه تمشي واضح في قانون المالية لسنة 2022. ويكون هو يصب فيه برنامج كبير متاع الدولة لثلاثة أربعة سنوات القادمة. يكون البداية متاعه هو قانون المالية هذا. قانون المالية هذا غير مربوط ببرنامج واضح على مدى المتوسط. تحسوا قانون المالية متاع مفروض متاع اللحظة؟ إجبار اللحظة؟ ولا أنا نقول من 25 جوليا حتى الواحدة وثلاثين ديسمبر. كان فيما ما يكفي من المتساع من الوقت لإعداد مشروع المالي. لكن صحيح أنه فيما إكرهات وفيما ضغوطات على ميزانية الدولة. ممكن هي اللي خلت هذا البحث عن التمويل. شوفوا معناه فيما حاجات اللي في الميزانية نقاوها 100 فرنك على 50 دينار. معناه هي أكثر البحث على وسائل تمويل للنفقات. ما فيش يعني ما فيش حتى حاجة واضحة رؤية واضحة لتمسي واضحة. ما فميش وقت للإنوبازيون. زهيروا أكثر حتى مناكية وقت لنلقاوه الفاميه تعيد نفسها. حتى في التصريحات الممثلة تقريبا. نحاوضو نحكيو عن نفس شيء نحكيو على الوظيفة العمومية إصلاحات عميقة. بنسبة الوظيفة العمومية نحكيو على منظومة الدعم. وسبونسيون ايتاتيك والغفوند. نحكيو على التوجيه ويحكي حتى على الدعم المحروقات. بتقريبا نفس ديما نفس الملفات ونفس عمليات الإصلاح. ماذا في نفس السياقات. ما تبدللش حاجة كبيرة حتى بالنسبة رؤية الفاميه معك. ولا يشوف حتى رؤية الفاميه هي حاجات ضرورية يا ريم. بربي قدس من عام احنا نحكيو على المعرفة الوحي. من 2011. من 2021. لليوم ما زال ما عمنا خطينا. لكن زوال اليوم نقاش ما تروح حتى في فكر تسيبلاج. مع انت في حدتها مش. نحكيت على الأطراف الموافقة. اليوم يقول لك لازم تتفرق منظومة الدعم الكل. لأنها منظومة فاسدة. وتعودت صلاح المجيط. مش مجرد انك تلوج على المعرفة الوحي. بش توجه الدعم. اليوم ما نش متفقين حتى شكول لي لازم يتمتع بالدعم؟ لازمتع الباقات ما نش قادر نزيدوها. وقت لي هو المواطن يطالب بها. ما هوش غلاء. ما عيش المواطن يطالب انك زيدني عشرة فرنك عشرة مليمات. شوف. كان التمشي وكان زيدنا احنا عشرة مليمات في الليسانس. وعشرة مليمات في الباقات. من دمي الأنظر. أنا توا ممكن فتنا البري ريال. من أفهم حاجات صحيح. هو هذا الكوميل والحاجات اللي معمنا هاش قبل. واللي قعدنا كل مرة نوخروا فيها. اليوم تلقى روحك قدام حاجة كبيرة انك يلزمك معناها تصلح كل شي. لكن راهو شوف. في الدعم. صحيح. أنا نوافق لفهمي أنه لو كيلزمك هيك الوحدة ذيكا اليوم تفرقها. يمكن كانت نحي الدعم على الباقات تربح فلوس. الدولة تربح فلوس مش تخسر. فيما حاجات معناها واضحة. كيف كيف بالنسبة للوظيفة العمومية ما تنجمش تتواصل معناها الدولة فيها 12 مليون ساكن. فيها 650 ممكن 700 ألف موظف. بعد نتجمش تقول الموظف اللي هو موجود وانتي دا تقوله وش بك ما تخدمش. هذيك مربط الفرس بين تونس و صندوق النقد الدولي. اللي هي الوظيفة العمومية و 750 ألف موظف. معناها حتى كي تقرأ الكلام بتاع ممثل صندوق النقد الدولي. تحس تحس مش مش هو قيل هكا. أما تحس أن يقولك ما ثمش أحديث على معناه التخفيض من كتلة الوجور. من غير ما تقلق روحك معناها. نحس وهذاك هو الباب اللي بشي حل كل شيء. معناه ولا بشي يسكر كل شيء. هما كيما قالت ريم. معناه هما ثلاثة باب هذو ما هي كتلة الوجور. الدعم والمؤسسات العمومية خاصة. هي ما الدعم النجم ونحكيه فيه. مؤسسات العمومي النجم نحكيه فيها. أما اليوم عندك حق تسد فيما يتعلق بالدولة المتنجم. مش تسرح الموظفين المتاحة. توبل لما مغير قادرة. ولا يشوف. هذا بش يكون عنده هي قادرة. لكن هذا عنده كلفة تبع. طبعا تعرف التسريح هذك التقاعد وكذا وكذا. هي أليات ممكن يمكن استعمالها. بالاحتساب ظهرت فاشي لا. ما أخذينا بلوزيوغ ساتيستيك لأكثر من مرة. مع مختلف العديد من الملاحظين. من كلهم تقريبا بالأرقام نلقا الدولة بش تخسر فيها العملية أكثر من تربح. مع غير ما مش تدخل فلوس معناتها. عملية الغاية 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 الغاية. مش ممكن. هي هي المفروض الناس تخرجها. لكن الناس تعرف دايما تخاف وكذا. وإحنا دايما عنا إشكال في الوظيفة العمومية. خلنا ترحوا الموضوع. عندك مشكلة كبيرة أنه بين قطاع الصحة وقطاع التعليم. هما الزوز الوزارات الكبار في كتلة الأجور وفي عدد المواضفين. وقت اللي أنت دي تقول أنا نستثني قطاع الصحة وقطاع التعليم من أنه يخرجوا للتقاعد و لهالأليات هذه. يعني أنت ممسيتش في الأخر كتلة الأجور. بالعكس وما فيهم النقص اللي تحكي عليهم الزوز. دي هالي مشكلتهم وحدهم يمثل 60 بالمئة. ما تلزمهم أنت دابات أخرى مع تهم القطاعات هذه. هو الإشكال الغديك يا راهو. الإشكال أنه في عندك زوز قطاعات الصحة والتعليم هما يمثل يمكن أكثر من 50 بالمئة من كتلة الأجور مع عدد المواضفين في الدولة. أنت إذا تستثني الزوز وزارات هذومة ولي كما قالت ريم هما بيدهم يشكوا من نقص في عدد المواضفين. تلقى روحك غير قادل فعلا على أنك تخفض من كتلة الأجور في تونس. لكن لازم بكل بأي حال من الأحوال نلقاه وحلي أنه ما نشموش نخدمه بطريقة هذية. ب650 ألف و700 ألف موظف كتلة أجور فاتت 50 بالمئة من الاستهلاك معناها في في الاستهلاك الحكومي الكل. ما عايش نجم أنك تحكي على استثمار حكومي. هكتشوف الإيطال اليوم تعالون ترتيان. شفتم معناه كتحسب حسبة بسيطة تاخو كتلة الأجور وجيدها الدعم. تلقى بالضبط 35 مليار تعال الرشاة فيشكال. معناها الرشاة بروبرو متاعنا تخلصنا الأجور والدعم. والدعم. لا عاد فيما انتروتيا ولا عاد فيما استثمار حكومي. هذا بالرشاة فيشكال بروبرو متاعنا بفلوشنا. شنو نجمو نعملو 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 نجمو خلصو الأجور وخلصو الدعم. 35 مليار منا 35 مليار منا. ونقعدوا نتفرجو بعض ما. ونقعدوا نتفرجو. طيق صحيح لكن إذا ما أنت ما تخفضش ما كتلة الأجور أنك تقول أنا هذا أجر نعطي فيه الريم لكن أنا كنحطه في استثمار في استثمارات يعني العمومية. هذا بشي يستنفع به ناس كل ما عاش يستنفع به كالريم أحد. هذه سياسة عكسية تماما. الدولة تعم في عكس هذا. الدولة أول حاجة أول إليمان يتمس في البجهة هو الاستثمار العمومي لخلق معادلة المعادلة. إن يتفرجو بعض ما هي بشي ملدو. هو الريسدو. الاستثمار العمومي هو الريسدو. يعني كان بقى تحاجة نحطها في الاستثمار العمومي. وكان ما بقى تحاجة تنفع هنا. دونك تمشي الدولة في عكس لي تقول فيه زهر تماما. دونك تمشي الدولة في عكس لي تقول فيه زهر تماما معناlarını. طبعا لأنه هذا كان لأش أقول في الوثيقة هذه اللي لازم يتم إعدادها لازم يكون فيه تمشي مغاير لكل هذا. فيه تكون رؤية واضحة، فيه تمشي واضح. إقناع فيها . كيفاش تقنع الناس أنه راه الناس ممكن تتغشش كي باش تقوله باش نزيدك عشرة مليمات ولا عشرين مليم في سعر الليسانس ولا في سعر الباقات ولا في كذا. لكن هذا يلزمه . مالعبات كياش نقنعوهم بأنه هذيا ممكن نصبره عامين، ثلاثة سنين، لكن الجاي باش يكون أفضل. هذيا كله يتخدم ري معناه بطريقة علمية واضحة وتكون زادها الورقة. هذيا تتبنىها الناس كله متجمش أنتي مثلاً أنه الاتحاد يكون ضدك في الوثيقة هذه أو منظمات أخرى أو حزاب أخرى تكون ضد تمشي الحكومة. وبالتالي العملية الصعيبة مهيش سهلة. لكن في متناول تونس هناك. يعني أنتي تستبعد أنه تونس ناجم تخوه. معناها التمويل من صندوق النقد الدولي يغطي الاحتياجات المالية متاعها الكل. لا، أنتي، أنتي مشيت للمرحلة أخرى رسالة فما سؤال أول هو أساساً. 5 مليار مشتحيل مش ما أعطيك يا صندوق النقد الدولي 4.5 مليار في عام. أنتي مشيت للمرحلة أخرى مشيت للمبلغ. لكن أقبل أسكفما أساساً. الإفاق هو إلا لي معتا وهذا هو سؤال. أخلطناش حتى بش ناقشوا حتى في. باقي أنا مشيت في التفائلت برشم عليها. نجزت فرمت. لا لا أنت متفائل برشم أنا. أحنا ما أخلطناش بش ناقشوا معاه المونطان والفترة وليترانش وكيفيش وكل شيء. هذا ما زل ما أخلطناش للمشتوى ذاك على المشتوى ذاك يكون لما يكون فيه اتفاق على البرنامج. نمر بعد المرحلة ذاك. يعني 2022 سيكون عام صعب مهما كانت. حتى بموافقة لاتحاد صندوق النقد الدولي. مش يكون عام من أصعب الأعوام. 4.5 مليار دولار. معنى يا راو شوف 20 مليار دولار في تونس عمرها ولا صارت. بتاريخ تونس. عمر ولا صار بجوان دو فينوسماء في الدولة. في 2010 قداش كنا راو نستحقوا دو مليار دو يد ميت رو مليار. ماكسيمام السنة 4.4 مليار دو دينار. بأساسة مستوية داوين كانت باكونا حكيونا 40 بالمئة ما تمنى تشدسين 5 سنة. غيرنا فوا غير. عشرين راو. عشرين معنى كانت وريها. جيب واحد مهوش تونسي. موش قاري قاري في الاقتصاد. قلوا هاي بيجي هذي. أول حاجة قلك أم بيجي نون فينو سابي. ما تحكي ليش معنى هاي؟ هادا سيتان بيجي نون فينو سابي. شنو تعمل في الوضعية هذي. وخليني حتى نسرك أكثر قراءة من بعض اللي حكيناه الكل هذي في التصريحات. وفي الواقع زيدة اللي تعيش فيها تونس. هل ممكن اليوم أساسا الحديث عن إمكانية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ بلي بلي كنت تسمع فيه لتحكي في الكل. هاني قد تشوف ريم وانا عندي بوندامون ديما نقولها واندي ما نعودها. شوف لجم يكون عنا رؤية واضحة عندي بوندامون من صندوق النقد الدولي. احنا الارواحنا. همه. تعليش نقعد نستنى هنا في صندوق النقد الدولي ولا في البنك الدولي باش يجي يقول لي راك يجب تعمل هكا وهكا وهكا. وليت معنى هو الأجتاذ وانا التلميذي يجي يقول لي راك هكا وهكا. معنى منا المفروض انو نكونو احنا توانسا نعرفو مصلحتنا نعرفو وين نحب نمشيو بالبلاد. همه. وهذي وثيقة يتم اعدادها من كل الأطراف التونسيين من كل الأطياف من كل الناس من الشباب كهول واللي تحب انتي. ويتم اعداد هاته الوثيقة ومن بعد تمشي لي بيردفون يجيو معك وقت اللي انت عندك تمشي واضح. راو اليوم الاشكال انو حتى في الوثيقة ما نعنى في غالب الحين راو الصندوق يزيدي باش يزيدي ينبوز عليك حاجات انت غير ما ترغبش فيها. لكن هو اشنا هو في الاخير؟ في الاخير باش يضمن انك تقدر غدوة ناجم تراجع الفلوش هذي كذا ده. يعني استدامة المالية العامة. لان اذا ما عاش فيها استدامة ما عاش ما سوتنا. بس تجب تخلصني ما تتوصى بالنسبة. للي اليوم يقول ويمكن نختم بالنقطة ذي يقول لك اللي اكبر دليل على انو ما كانش عنا النقاش اللي تحكي فيه انت يا زوهير الاتفاقة ذي الرؤية المتفقة عليها. باش نمشيو نحكيو مع مؤسسة دولية كبرى كيما لافامي. اكبر دليل على انو ما كانش عنا حتى نقاش حقيقي حول نموذج اقتصادي واضح جديد ناجح رؤية واضحة. هو اساسا توجهنا لللافامي. كان جينا عنا الرؤية وعنا الوضوح في الرؤية وعنا التخطيط الجيد والمحكم. لانا ما تلزينيش اساسا. معطان احنا اليوم ذهبنا لللافامي. اكبر دليل على عدم امكانيتنا على الجسيون دولا سيتيواشون. طبعا هو شو معنا احنا يا ذاتي ما تنجمش تمشي البنك مونديال والبعض يقولك يمشي الفامي ويجا مانا وشوف معهم ويجتي. كالك الو بساج و بليجي مانا واحنا كما قلت انتي لازين روحنا. شوف الاغرب من هكا ريم ولا ممكن السؤال اللي يزا ترح قبل هذا هو انو المسألة الاقتصادية لم تطرح بعمق في تونس. لم نناقشها بتاتا يعني فما ديزي دي مانا ومانا وفما مجموعة نقول حتى في تونس محاشناش باش نعاودو نعملو نموذج. كناخذو الدراسات واللي رابور واللي تعملو من الفين واحداش اليوم نعملو انشنتاز. راو ماناش باش نعاودو نبدعو عالم جديد وكل شي. ليروكمونداسيون وكل شي موجود وتكتب وموجود. اليوم سكيلان تونس تقدر بأولادها تعمل لسنتاز دوتو سان. ويكون ثم رؤية واضحة تمشي واضح يتفق عليه جميع الاطراف. لانو كما قلت هذه كونديسيون من صندوق النقد الدولي يقولك انا ما نمشيش في انو حاجة مايش موافق عليها. غدو تصير اضربات وتعرفوا الالزيمات الي سارولو في الاردن وفي بعض. وبرشة اماكن ولماج اللي تعتات على صندوق النقد الدولي. اللي هو محبش يمشي لها زده كذلك يخاف من الحاجات كي من هكا. وبالتالي هو يقولك اعطيني موافقة من نسكل يكون فيه تمشي واضح نسكل توفق عليه. ونلقاه التموين من صندوق النقد الدولي ومن غير صندوق النقد الدولي. يوم انت الاستثمار. تي مستثمرين ما عاش يجوك التونس. علاش يقولك ما عاش انا نخاف. فما انستابيليتي ايكونوميك. انستابيليتي فيسكالي. انستابيليتي بوليتيك. كل هذو ما كل المناخ العام اليوم ما يشجعش حتى المستثمرين. هو المقرض اشنوه هو مستثمر. فالاخر باش يعطيك فلوس تخرج على السوق الدولية. هو مستثمر باش يستثمر في سندات تونسية. وبالتالي يلقى ما ايما يطلب عالية جدا. وانا ما يستثمرش بتاتن. شكرا لك زهيل القادي. المشار الاقتصادي على حضورك بحثينا. فانتظار الامور زي تتواضح اكثر باش ننفهم بالضبط شو ما اللي بيصير. لانو دولي موضوع دي. من عالش وقتاش بشوفها. المفروض النقاشات النتائج متاحة تكون من هنا. الى وسط السنة. وعلى أقل شهر مارس او شهر افريل. حسب كل ممثل صندوق النقدة دولي في تونس. نحكيه على نقاشات اولية او احاديث اولية جدا. من عالش لكن فعليا بش نشوف نتائج متاحة وسط السنة. من عالش قولي نجمه هذا يصير حسب تشوفيه؟ والله ما صعيب بالواقع. صعيب وتعرف الامور كان حتى يتصير نقاشات في شهر فيفري او مارس. تعرف باش تعدي انت دوس متاعك على كونسيدة الامنستراتيون. احنا من الاجوان كيفاش باش نجمه نخلطه نموله هال الميزانية هذية حتى الاجوان. الواقع على الامر. وزيرة المالية تقول نستنيه في اكثر من 350 مليون دولار من هنا الوسط العام. مش يتصرفون اري حاجة خيالي اتشوف. مسألة مشتعجلة جدا وانا رأى انه اهم ملف اليوم هو ملف. مش صندوق لكن ملف التمويل الميزانية بصفة عامة. هو اهم ملف اليوم اللي يلزم تنكب عليه الحكومة بطريقة. طريقة سريعة وجدية خاصة. سهير القاضي مرسي بكم. شكرا لكم قدوا معنا رجعين بعد شوية. مش بعيدة نحكيو فيها خاطر في قلب الموضوع. نحكيو على التدين وسياسة المديونية في تونس. قدوا معنا رجعين.